السلام عليكم تلميذات وتلاميذ الجذع المشارك العلمي سنتعرف اليوم في درس الهندسة الفضائية على مختلف الأوضاع النسبية الممكنة للمستقيمات والمستويات في الفضاء كما سنكون مفهوما أشمل عن مفهوم التوازي في الفضاء إذن جرد الحالات الممكنة سوف نستعين بمكعب ABCDEFGH في الفضاء إذن هيا لنملأ الجداول التالية بطريقة جماعية في الحالة الأولى ما هي النقط المشتركة بين المستوى ADB والمستوى CFG؟ نعم، صحيح للشركان في جميع نقط المستقيم بسي كما رأينا فإن مستوين مختلفين لا يمكن أن يتقاطعان وفق نقطة أو نقطتين ولكن وفق مستقيم في الحالة الثانية، ما هي النقط المشتركة بين المستوى ADB والمستوى EFG؟ فكما نلاحظ أن المستويين لا يشتركان في أي نقطة وبالتالي فمجموعة التقاطع هما مجموعة فارغة في هذه الحالة، يمكن أن نقول أن المستويين منفصلا في الحالة الثالثة، المستويين DSH والمستوى CGD كما يبدو فإنهما يشتركان في جميع النقط إذن مجموعة التقاطع ستكون هي نفس المستوى إما DSH أو CGD ويمكننا القول في هذه الحالة أنهما منطبقان في الجدول الموالي، لدينا في الحالة الأولى المستقيم EF والمستوى DCF مشتركان في جميع نقطة المستقيم EF وبالتالي فإن EF هو مجموعة التقاطع ويمكن القول في هذه الحالة إما أن المستوى DCF يضم المستقيم EF أو أن المستقيم EF ضمن المستوى DCF في الحالة الثانية، نلاحظ أن المستوى DCF والمستقيم AB لا يشتركان في أي نقطة وبالتالي فتقاطعهما مجموعة فارغة ويمكنها أن نقول في هذه الحالة أنهما منفصلان وفي الحالة الثالثة، المستقيم BF والمستوى FF يتقطعان وفق نقطة وحيدة في هذه الحالة النقطة E هي مجموعة التقاطع وبالتالي فإن BH وFG متقاطعان وفق نقطة التي هي E ويمكن القول بأن BH يخترق المستوى AFG والآن لنرى حالة تموضع المستقيمات في الفضاء لدينا في الحالة الأولى المستقيمان AF وDJ لا يشتركان في أي نقطة وبالتالي فمجموعة تقاطعهما تساوي مجموعة فارغة ويمكننا القول أن المستقيمان AF وDJ منفصلان في الحالة التالية، المستقيمان AC وHG كما نلاحظ فإنهما أيضا لا يشتركان في أي نقطة ومجموعة تقاطعهما بطبيعة الحال ستكون مجموعة فارغة ويمكننا القول أيضا أنهما منفصلان وفي الحالة الأخيرة كما هو ملاحظ فإن المستقيمين AH وSH يتقاطعان وفق نقطة مشتركة والتي هي النقطة H إذن H هي مجموعة تقاطع المستقيمين وفي هذه الحالة يمكننا أن نقول أن المستقيمان متقاطعان من بين الحالات واحد وجوج وثلاثة الأخيرة هل يوجد مستوى يضم المستقيمين معا؟ نعم، في الحالة الثالثة المستوى AH يضم كلا المستقيمين HE وAH وفي الحالة الأولى أيضا المستوى AFG أيضا يضم المستقيمين AF وDG لكن في الحالة الثانية فلا يوجد أي مستوى يضم المستقيمين AHC وAHC معا لأنه لو وجد فلن يكون المستوى مستويا وبالتالي سيخالف جميع قوانين أقليدس في المستوى في الحالة واحد المستقيمان AF والمستقيم DG مستوائيان ومنفصلان إذن حسب تعريف توازي المستقيمين في المستوى فإن AF والDG في هذه الحالة متوازيين إذن كما رأينا أنه إذا كان المستقيمان منفصلان في الفضاء فلا يعني هذا بالضرورة أنهما متوازيين إذن يمكن أن نرخص النتائج التي حصلنا عليها في الشكل التالي يكون مستقيمان في الفضاء إما متقاطعين أو متوازيين أو منفصلين وغير مستوائيين ويكون التوازي إذا كان المستقيمان مستوائيين ومنطبقين أو منفصلين ويكون مستوى ومستوى في الفضاء إما متقاطعين وفق مستقيم أو منفصلين أو منطبقين ويكون التوازي في حالة إذا كان منطبقين أو منفصلين ويكون مستقيم ومستوى في الفضاء إذا كان يتقاطعان وفق نقطة في الفضاء ونقول أن المستقيم يختارق المستوى ويكون إما المستوى يتضمن المستقيم أو المستوى والمستقيم لا يتقطعان في أي نقطة ويكون التوازي إذا كان المستوى يضم المستقيم أو نقول أن المستقيم ضمن المستوى أو إنما يكون منفصلان أي لا يشتركان في أي نقطة وفي الختم أنتم مننا تكونوا سبتم معنا وستوعبتم الأوضاع النسبية الممكنة للمستقيمات والمستويات في الفضاء توم توم في رعاية الله والسلام عليكم